ذهب للمدرسة على رجليه ثم عاد مشلولا بعد تلقيه اللقاح التطعيم ضد الحصبة يصيب الطفل حسين بالشلل كما يقول والده حسين يرقد للعلاج في إحدى مستشفيات بغداد قادما من ذيقار والقصة الكاملة بتفصيلاتها وفق حديث والده ابني رحل المدرسة ولقحوا بدون علمية لقاح الحصبة بدون علمية جاء من المدرسة يشكبني ده ورجله نام قاعد انشل من نار لجوه شلل مصفي من نار لجوه والد الطفل حسين لم يستفق من صدمة النبأ الأسود بعد يحمل وزارة الصحة مسؤولية الحادثة عند حديثه معانا ويطالب بمعالجة ابنه أحمل مسؤولية الصحة للقلعة لأنه بدون علمي ولا أدرانة وبدون فحوصات أطالب بس علاج بس علاج قد يكون حسين أحد ضحايا الأخطاءة الطبية إن لم يتشاف مما حصل معه أما لقاح الأطفال في المدرس فميلفون يحتاج لعناية واهتمام بالغ من وزارة الصحة لتفادي حصول حوادث تندرج ضمن الأخطاء الطبية بعد حين من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر